السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المعظم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إن نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه ونعود بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده وبعد أيها الأحباب هذا اليوم المكرم المعظم يوم الجمعة كما لا يخفى على كريم علمكم فإن مملكتنا المغربية الشريفة تقيم صلاة الاستسقاء وقد أعلت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي هذه اللحظات تقام بمختلف جهات وأقليم المملكة صلاة الاستسقاء تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته أن يسقي عباده وبهيمته وأن ينشر رحمته وأن يحيي بلده الميت لأن الله سبحانه وتعالى هو الملاد وهو المرتجع والمغرب في هذه الظرفية يعاني من حالة الجفاف وانحباس الغيت وانحباس المطر وهذا له تأثير سلبي على الفلاحين وعلى الاقتصاد وعلى نفوس البشر لهذا نقيم في هذه الساعة صلاة الاستسقاء وهي إحياء لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عهده كلما حدث جذب وانقطاع للمطر إلا وأقام صلى الله عليه وسلم الصلاة الاستسقاء من ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه مرة جذبت الأرض وشعر الناس بالعنت وكان النبي الكريم يحدث الناس ويخطب فيهم فإذا برجل يقول له يا رسول الله جاع العيال وانقطعت السبل وهلكت الدواب فادعو الله تعالى أن يغيتنا ادعو الله تعالى أن يغيتنا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يرفع يديه إلى السماء ويدعو المولى عز وجل وصار يقول اللهم اسقع عبادك وبغائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيتا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا غيتا مغيثا هنيئا مريئا غضقا وبينما هو هكذا فإذا بالسماء أطبقت عليهم أطبقت السماء عليهم أنشأ الله سحابة وامتدت في السماء فأرسل الله المطر واستمر ذلك أسبوعا كاملا المطر ينزل في كل مكان والناس استبشروا خيرا والحيوانات حتى البهائم سعدت بذلك بعد أسبوع من المطر الشديد في الجمعة التالية جاء نفس الرجل يقول يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يمسك علينا المطر فقد تأدت الأرض لأن المطر كثير غزير فإذا بالنبي الكريم أيضا يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تعالى دعاء صادقا وما إن كاد ينتهي من دعائه حتى إن جابت السحب وخرج الناس يمشون في أشعة الشمس فتعجب الناس قالوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى كان القحط وكان الجفاف فدع الله تعالى وقبل أن يتم الدعاء أنزل الله الغيث وفي الجمعة التالية لما كان المطر شديدا شديدا دعى النبي الكريم ربه وما إن انتهى من دعائه حتى أمسك الله المطر وخرج الناس يمشون في الشمس فضحك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم متعجبا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني محمد رسول الله هكذا كانت ثلاثة الاستسقاء أيها الأحباب الكرام ونحن في مغربنا في هذه الضرفية محتاجين إلى الاستسقاء ونشيد بهذا العمل الجليل الذي هو إحياء لسنة النبي المصطفى فالاستسقاء هو أننا نطلب السقيا من الله تعالى نطلب سقيا الماء لأن هذا في القرآن الكريم مذكور كثير وجميع الأقوام كانوا يستسقون فسيدنا موسى عليه السلام قال عن ربنا عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين فطلب قومه أن السقيا فطلب موسى من ربه السقيا وربنا أكرمه والاستسقاء تسمى أيضا بصلاة الاستغاثة لأن الناس استغيطون ربهم وهو القائل في كتابه العزيز وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا فرحمة الله واسعة وسيدنا نوح عليه السلام في عهده أيضا قومه احتاجوا إلى المطر فدعاهم وقال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا فهذه الصلاة الصلاة الاستسقاء فيها خير كثير وفيها رحمة كبيرة ونحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاء عباده المؤمنين النبي الكريم كان من سنته إذا خرج للصلاة للاستسقاء كان يستقبل القبلة وكان يقلب رداءه ويصلي ركعتين أن الناس يخرجون كلهم كبارا وصغارا ومن السنة أننا نخرج العجائز ونخرج الدعفاء ونخرج الأطفال الصغار فمن السنة أن نرى الأطفال الصغار حفظت القرآن العظيم يحملون ألواحهم نقدم الأطفال الصغار ونقدم العجائز ونقدم الناس الصلحاء وفي الحديث هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ويخرج أهل الصلاح وأهل الخير المشهورين بالتقوى والعبادة والعلم ليدعو جميعا لإنزال المطر الكل يخرجون متواضعين خاشعين متدللين لأن سيدنا النبي هكذا فعل يروي ابن عباس أنه خرج في سنة الإسسقاء متبدلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلة لا ينبغي أن يخرج الناس في سياراتهم الفارهة وفي ثيابهم الفاخر ويتقدمون وفيهم كبرياء وعزة ومقامات لا هنا ينبغي أننا نترك جميع مظاهر مظاهر العزة والكرامة والسؤدد لابد أن نأتي إلى الله تعالى كعباد فقراء متدللين متضرعين متواضعين ونكون متبدلين سيدنا النبي خرج متبدلا يعني غير متزين في الهيئة يعني لباسه بسيط جدا وبعد ذلك يبدأ الناس في في الذكر الله عز وجل ويكون الوقت هو الوقت الذي كده صباح هذا اليوم يعني يكون هو وقت السلاة العيد يكون في الصباح الباكر مع العاشرة صباحا تقريبا والكيفية أن الناس يصلون ركعتين يكبرون في الأولى سبع تكبيرات بالإحرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات والناس يكبرون وراء الإمام وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات ثم يقرأ الإمام جهرا في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وفي السورة الثانية يقرأ بالفاتحة وسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية ثم يخطب الإمام خطبة واحدة وفي هذه الخطبة ينبغي أن يقدم الإمام مجموعة من المواعد فيعيد الناس أولا بالتوبة والخروج من المظالم ونحن أيها الأحباب الكرام نريد بعجال أن نذكرنا أنفسنا ونذكركم جميعا بالموعظ التي ينبغي أن تكون والتي قام بها الخطباء في مصليات العيد في مختلف أقاليم المملكة أول شيء نعظ به أنفسنا هو أننا نأمر أنفسنا بالتوبة والخروج من المظالم لأن سبب هذا القحط قد يكون السبب هو المعاصي والمظالم لأن الدنوب تحبس النعم والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولو لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البغائم لم ينطروا يعني المطر الذي يجي هو بسبب البغائم الرتع والأطفال الردع والعجائز الركع أما الناس لأنهم بدلوا وغيروا فالإمام يخطب في الناس ويعظهم بالتوبة والخروج من المظالم ثم الإمام يعظ الناس بالإكثار من الاستغفار لأن مفتاح أبواب السماء هو الاستغفار كما قال ربنا سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا كما قال في سورة نوح وأيضا في سورة هود قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مضرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فالإمام يأمر في خطبته الناس بالإكثار من الاستغفار ونحن جميعا أيها الأحباب الكرام مطالبين بأن نواصل الاستغفار ليس أن نصلي صلاة الاستسقاء ثم نقول قد أدينا المهمة لا ينبغي بعد أن نفرغ من الصلاة نستمر في الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت نكتر جميعا بالاستغفار رجالا ونساء كبارا وصغارا وشيوخا وأطفالا نكتر من الاستغفار ثم بعد ذلك نرفع أيدينا إلى السماء ومن السنة أننا نشير بظهور أيدينا كما أن النبي استسقع فأشار بظهر كفيه إلى السماء كي قلب يديه نرفع يديه إلى السماء كي كل كف إلى السماء نشير بظهر الكف لنسأل الله تعالى السلامة والعافية ويبدأ الإمام في الدعاء الناس كلهم يدعون وينبغي أن يؤمن الناس إذا دعا الإمام والخطيب الناس يؤمنون وراء دعائه آمين آمين لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع التأمين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ماذا كان يقول كان الله مسقي عبادك وبهيمتك وكان يطلب من الله أن يحيي البلد ويحيي القلوب وكان يحول رداءه حتى الرداء الذي كان يلبسه سيدنا النبي كان يجعل الرداء الواقع على الكتف الأيمن يرده على الكتف الأيسر كما جاء وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله تعالى لماذا نحول الرداء تفاؤلا بأن تتحول الأوضاع تتحول الأرض من جدبها إلى خصب ومن كطاع المطر فيها إلى هطوله ويبدأ الناس بالدعاء كما فعل النبي الكريم اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل وسبحان الله ربك عز وجل سميع قريب مجيب فإذا من الله تعالى علينا بالمطر أيها الأحباب الكرام وصيا إذا جاءنا المطر وسينزل سينزل بإذن الله وبفضل الله وبجود الله وبكرم الله ماذا علينا أن نفعل أولا علينا أن نقف في أول المطر هذا المطر الأول لكينزل بعد انقطاع وانحباس كيتسمى الغيث وهو أعظم من ماء الرقية فيه شفاء إذا نزل على البدن شفاه وعافاه ودواه من استعملوش المضلات النهر الأول النهر الأول انتعرضوا لهذا الأول مطر ليصيب أبداننا وفي الحديث قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم توبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لماذا نعت هذا قال لأنه حديث وعهد بربه تعالى هذا المطر حديث وعهده بربه تعالى فالوصية أيها الأحباب الكرام غينزل وحد المطر إن شاء الله بعد الدعاء وبعد الإبتهال والتضرع والخشوع انتعرضوا لهذا المطر رأى في شفاء رأى في رقيع رأى اللي عنده أمراض نفسية واللي عنده عكوسات وعنده موانع واللي كان عنده سحر معمول مربوط واللي كان عنده عين واللي كان عنده حسد واللي عنده تابعة واللي عنده الأمراض الروحية والنفسية إن شاء الله بهذا المطر غد يشفى ويعافى بأمر الله ثم إذا قدرنا أيها الأحباب الكرام نجمعوا شيء من المفل الإناء لأننا نستعمله للوضوء وقد نستعمل للاغتسال يعني إنسان اللي بغى ربي سبحانه ويشافيه من الأمراض كلها الأمراض النفسية والأمراض الروحية وحتى الأمراض العقلية والأمراض البدنية أننا من نسمع ذاك الغيط نشوفه أول مرة نسل ندروا واحد الإناء واحد الصل واحد البنيوم ولا واحد القنينة ونجمع فيها ذاك الماء نتوضع به وممكن أن نغتسل به لأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه ثم كذلك أيها الأحباب الكرام احتى المتاع ديالنا إذا عندك واحد المتاع في البيت ديالك مزين تعرضوا المطر هذا المطر كي يحميه كي يحميه الله تعالى من الآثار السيئة تبدي ثيابك وأتاتك وأمتعتك يصيبها المطر احتوني ذلك الصغار خرجوا من المطر غيب ذلك المطر نخرجوا كاملين ننتعيش بذلك الزخات المطرية هذه تسمى الغيت ولا عندك أهل بيتك تم قنم خرجوا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمتت السماء قال يا جاري أخرجي يا جاري أخرجي وقال لها أخرج معك سرجي وأخرجي معك ثيابي ثم تلقوا له تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارئة ونزلنا من السماء ماء مبارئة قال الجارية خرجي تياب خادمة على البيوت وخرجي السرج والتياب ربي سبحانه وتعالى كشافي بذلك المطر لأنه يصير أعظم من ماء الرقية شفاء أما إذا زالت هذه الأمطار عن حدها أحيانا قد يكون المطر طويل وشديد والناس يخافون من كترة الأمطار قد تصيبوا وتتحول إلى فيضانات ندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكامي والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم على الآكامي والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر لننسى أيها الأحباب الكرام أننا علينا بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ونقلع من الدنوب وأننا نترك الظلم لا يضب بعضنا بعضا علينا كذلك أن نكترى من الصدقات لأن الصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصدقة تدفع ميتة السوء علينا أيها الأحباب الكرام أن نكون متدرعين خاشعين ليس أن نقيم صلاة الاستسقاء في هذا الصباح المبارك ثم نقول اكتفينا علينا أن نستمر بالدعاء وعلينا أن نستمر بالاستغفار وعلينا أن نستمر في الابتهال فالأحب الكرام الذين تعذروا عليهم أن يحضروا في المصليات هذا الصباح لأداء صلاة الاستسقاء لأن هذه الصلاة أقيمت في مختلف أقاليم ومدن وقرى المملكة الشريفة في مصليات العيد وحضر فيها رجال السلطة وحضر فيها المنتخبل وحضر فيها الأعيان وتقدمهم العلماء والفقهاء والمحدثون والوعاد وتقدمهم الأطفال الصغار الحافظين لكتاب الله وتقدمهم الشيوخ والأطفال الصغار والناس الضعفاء لأن بهم نرزق وبهم ربنا ننصر إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم لتعذر عليه أنه يحضر لدى الصلاة تعالوا بنا جميعا نستدرك هذا الوقت وندعو الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأن يكرمنا بأمطر الخير ونقول جميعا اللهم يا رب العالمين اللهم يا أكرم الأكرمين اللهم يا أرحم الراحمين أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنزل علينا الغيط اللهم أنزل علينا الغيط اللهم أنزل علينا الغيط واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك اللهم اصق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم احيي بلدك الميت اللهم اصقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا إن بالبلاد وبالعباد من الشدة والضيق والضلق ما لا نشكوه إلا إليك اللهم اصقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء اللهم أنبت لنا من بركات الأرض يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لاستغفرك يا مولانا ونستسقيك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مضرارا اللهم اسقنا سقيا نافعة تزيد بها في شكرنا وارزقنا رزق إيمان إن عطاءك لم يكن محظورا اللهم يا رب العالمين اسقع عبادك وبلادك وأحيي بهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل في أرضنا ربيعها اللهم رزقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض وأنت خير الرازقين يا الله يا الله يا الله اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم يا رب أغتنا 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 يا أكرم الأكرمين اللهم أغتنا يا رحمن يا رحيم غيتا نافعا غير ضار غيتا نافعا غير ضار تدر به أرزاقنا وتنعم به على بدونا وحضرنا واجعلنا لك شاكرين نستغفرك يا رب ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب إن كنا قد عصيناك فما عصيناك جحودا وإنما وقعنا في المعصية لضعفنا وقعنا في المعصية لضعفنا ما عصيناك جحودا ما عصيناك استكبارا ولكن عصيناك لأننا ضعفاء عصيناك لأننا ضعفاء اللهم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ولا تعذبنا بدنوبنا اللهم لا تعذبنا بدنوبنا اللهم يا رب بحق الشيوخ الركع وبحق الأطفال الردع وبحق المهائم الردع أغذبنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم يا رب نستغفرك ونتومك إليك من شرور أنفسنا يا رب ونعاهدك على أننا نوحدك ولا نشرك بك شيئا نعاهدك يا رب العالمين أننا نقيم الصلاة في وقتها مع الجماعة نعاهدك يا رب أننا نؤتي زكاتنا ونتصدق على فقرائنا نعاهدك يا رب العالمين أننا نصل رحمنا نعاهدك يا رب العالمين أننا نحسن لبعضنا البعض نعاهدك يا رب العالمين أننا لا نسئ بعد اليوم اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم اكشف عند البلاء لا يكشفه غيرك يا رب العالمين اكشف عند البلاء وارفع عند الغلاء اكشف عند البلاء وارفع عند الغلاء ارفع عند الجوع وارفع عند يا رب الجهد اللهم ارفع عند الجهد يا أكرم الأكرمين يا رب إن بالبلاد والعباد من الشدة والضيق والطنك ما لا نشكوه إلا إليك وحدك لا شريك لك اللهم أغتنا غيتا هنيئا مريئا غدقا يا رحمن يا رحيم اللهم أغتنا غيتا مريئا واسعة اللهم غيتا مريئا مجلجلا نافعة غير ضار يا رب العالمين اللهم عاجل غير آجل اللهم عاجل غير آجل سقيا رحمة لا سقيا عدام ولا سقيا بلاء ولا سقيا هدم ولا سقيا غرق اللهم اسقي عبادك وبهيمتك والشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم أغتنا غيتا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا من له الدنيا والآخرة يا من إليه البعاد اللهم يا رب أنزل علينا غيتا صيبا ومطرا طيبة واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وملاغا إلى حين اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا واسع العطاء يا كريما يا سامع الدعاء ارفع عنا القحط والجفاف ارفع عنا الجهد عنا وعن بلاد المسلمين اللهم يا مولى المستضعفين يا غيات المستضعفين يا غيات المستضعفين يا غيات المستضعفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبعلينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحرمة وسر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش نيل فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعمدوا رب هذا البيت فليعمدوا رب هذا البيت فليعمدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تباخدنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعفو عنا واغفل لنا وارحمنا أنت مولادنا فانصرنا على القوم الكافرين الله بسقي عبادك ومهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بردك البيت اللهم صل وسلم على سيد محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ماذا قامر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله